السلام عليكم ورحمة الله نتحدث الآن عن معايير تشخيص صعوبات التعلم أو محكات تشخيص صعوبات التعلم في بعض المواجهة بيطلق عليها محكات تشخيص صعوبات التعلم وإحنا عندنا أربع معايير أساسية هي وقم واحد التبايم بين مستوى القدرات الأقلية ومستوى التحصيل الأكاديمي ونشرح ده بعد ما نعددهم اتنين التواب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية استبعاد الأسباب الأخوة لصعوبات التعلم وآخر شيء وهو الحاجة إلى الخدمات التربية الخاصة طيب تعالوا نفهم مع بعض رقم واحد يعني وده من أهم الأشياء بالنسبة لنا اليوم التباين بين مستوى تحصيل القدرات الأقلية ومستوى التحصيل الأكاديمي يعني إيه؟ يعني كده مستوى القدرات العقلية كده لفوق ومستوى التحصيل الأكاديمي كده لتحل يعني إيه؟ يعني مستوى الطفل في قدراته الأقلية مستوى عالم ومستوى الطفل في تحصيله الأكاديمي مستوى منخفر وأنا قلت قبل كده أن صعوبات التعلم معامل زكائهم متوسط أو فوق المتوسط يعني عاديين ما عندهمش أي مشاكل في معامل الزكاء مهمشون زي الأعاقة العقلية أقل من 70 لا عشان كده من محقق تشخيص صعوبات التعلم وقولك إن إيه؟ إن مستوى القدرات العقلية مرتفع مستوى التحصيل الأكاديمي منخفر طيب بيظهر ده في إيه؟ في التعبير اللفظي في الاستماع في الكتابة في الكراءة في الحساب وهكذا طيب رقم اتنين في معايير تشخيص صعوبات التعلم اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية يعني إيه؟ يعني في مشكلة في العمليات النفسية وإحنا اتكلمنا عليها قبل كده إن العمليات النفسية العمليات اللازيمة لتحليل المثيرات آه طيب المثيرات دي جاي عن طريق اللي جاي عن طريق الحواس وانا قلت إن الحواس قبل كده هي قنوات لاتصال بين البيئة الخارجية والمخ وتفسيره لما يحدث في البيئة الخارجية وبيكون في بعض الأحيان عندهم مشكلات في الإدراك السماع في الادراك البصري وهكذا. طيب رقم ثلاثة من المعايير استبعاد الاسباب الاخرى. يعني ايه? يعني احنا عندنا اه ولد عنده عاقة عقلية. المشكلات الاكاديمية اللي عنده ناتجة للعاقة العقلية. يبقى دود عنده عاقة عقلية. جميل? طيب حالة من حالات العاقة السامعية عنده بعض مشكلات اكاديمية. يبقى ده راجع للعاقة السامعية او اي عاقة من العاقات. اما صعوبات التعلم لا. صعوبات التعلم احنا قلنا قبل كده واكتر من مرة انهم اه حالات عندها معامل الزكاء عادي. ما زي العاقة العقلية او عندهم مشكلات اه قوية زي العاقة السامعية وهكذا. طيب الحاجة الى خدمات التربية الخاصة او الخدمات التربية الخاصة. ان الاطفال دولة لا يستطيعون مسيارة العملية التعليمية بالمدارس العادية او في مع زملائهم العاديين لا بيحتاجهم الى خدمات التربية الخاصة هم في حاجة الى برامج خاصة بالتربية اه الخاصة.